لو اول ما اشتغلت بالكيك حدا ايجا اعطاني مثل هيك وصفة بهالقد معلومات موجودة في هيك فيديو صغير رح اكون له كتير ممنونة عشان هيك انتبهوا معاي رح اعطي معلومات كتير هذا الفيديو يعتبر كنز لانو وصفة اقتصادية وممتازة بكل معنى الكلمة رح اعمل الوصفة بشكلين وبعدين رح احكي لكم كيف ممكن تعملوا عليها تعديلات كريمة ثابتة بجنان بتنفع للحشوة بتنفع للتزيين بتنفع لتغليف الكيك تحت عجينة السكر للكيكات البيتية فقط اما كيكات الطوابق لا ما بنصح فيها رح امبلش بالمقادير عندي 210 ملي من الماء تقريبا ما يقارب كوب 200 جرام سكر يعني 1 وربع كوب رح احط عليهم 13 جرام من النشا ما يقارب معلقة وربع كبيرة وفي عندي 25 جرام من كريم الباتيسير او الكاسترد يعني تقريبا ما يقارب معلقتين رشة ملح حركت كل المقادير على البارد بعدين صفيتهم بعدين رجعت حطيتهم على النار على درجة حرارة كتير منخفضة لحتى صاروا بهذا القوام بعدين نزلتهم بصحين ورح اتركهم لتاني يوم بس ملاحظين كيف اللون اصفر هلا بالنسبة للوصف الثاني نفس الوصفة الاولى بالزبط ولكن ما استخدمت كريم باتيسير حطيت بداله 20 جرام من النشا تقريبا معلقة لتربع رح يكون عندكم الخليط بهذا الشكل كتير شفاف ابيض تقريبا رح اترك الخليط الثاني كمان على جانب بدرجة حرارة الغرفة او لتاني يوم الان عندي 250 جرام من الزبدة طبعا انا رح استخدم لكل وصفة 250 جرام من الزبدة ما يقارب تقريبا كوب وربع رح اخفقها كتير منيح لحتى تصير هيك كريمية والزبدة غير مملحة وبدرجة حرارة الغرفة ما بنا نغلط نفس الغلط اللي عملناه في كريمة الشوكولات قبل فترة لازم تكون المزيج والزبدة بنفس درجة الحرارة اللي هي درجة حرارة الغرفة رح ااخد خليط الزبدة اللي هو 250 جرام بعد ما خفقته بشكل كريمي رح اضيف عليه اول اشي رح ابلش بالخلط الخليط اللي بدون كاستارد وبعدين الان عملت الخليط الثاني اللي هو كان بالكاستارد او اللي كان بكريم باتي سير البودرة وحكيلكم الفرق بين التنتين طبعا انتو شفتوا لما كان الخليط وانا عم بعمله على النار كان كتير اصفر واحد كان لونه ابيض شفوا لما خفقت اتنين مع بعض انا حطى علامة على صحي من الصحون حتى ما اخر ربط فيهم لانهم فعلا اتنين طلعوا بنفس اللون ما في اي فرق بالنسبة للقوام حسيت اللي حطيت فيها كريم الباتي سير كانت اتقل شوي وبالنسبة للطعم كانت بالنسبة الي اطياب حبيت اني افرجكم اياها كيف قوامها بتقدروا بتستعملوها طبعا بهذا الشكل بدون اي تعديلات كحشوة او كحتى تغليف بس انا بنصح انكو تعملوا عليها التعديلات تخلوها كريمية ناعمة عن طريق انكو تاخدوا جزء منها تعملوا له حمام ماء ساخن وترجعوا تخفؤوه على درجة منخفضة كتير بتطلعوا فقاعة الهوى بنفس الوقت بصير خليط كريمي رائع زي الشكل اللي انتو شايفينه كريمة قابلة للتلوين حبيت استعمل الاقمع كمان بعد ما لينتها لا افرجيكم ادي لمعتها بتجنن هذا الفيديو لهذا اليوم شكرا لكل تعليقاتكم والحلوة اللي بتوصلني اذا عدتكم اسئلة اكتبولي شكرا على المشاهدة